وخلال كلماته بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر نجحت في القضاء على الإرهاب بفضل جهود الجيش والشرطة وأشار شكري إلى أن جهود مصر تضمنت استراتيجية ذات جوانب مختلفة لمكافحة الإرهاب منها جوانب اقتصادية واجتماعية وفكرية من أبرزها مبادرة الرئيس السيسي لتجديد الخطاب الدينية نجحنا في القضاء على ذلك الخطر بفضل جهود وتضحيات القوات المسلحة والشرطة المصرية ومن خلال اتباع مقربة شاملة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية في حزب وإنما تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما في ذلك ضحض الخطاب المنحرف المحرد على الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف خاصة من خلال مبادرة السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني وجهود مرسد الأزهر لمكافحة التطرف ومركز السلام التابع لدرع الإفتاء المصرية شكرا شكرا شكرا